نجحت جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في التعليم وعبر نسختها الثامنة في إيصال عظيم الرسالة التي تحملها لعديد الرغبين في التعلم عبر أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة والتي تسهل إتمام العملية التعليمية بين المصدر والمتلقي من خلال جسر معرفي يبشر ببناء أمثل للمجتمعات المعرفة ويرفع من مستوى جودة التعليم لتتلاءم مع حاجات العصر بعدما ثبت رؤية اتفاقها مع الاستراتيجية والمعايير المتعلقة بجوائز اليونسكو طلت بإشراقتها العلمية جائزة الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم كجائزة تثمن ذلك العمق المعرفي القاطنة في فكرة العديد من المشروعات التي جادت بها المؤسسات ومن قبلها الأفراد كتلك التي تعتبر نماذج مشرفة جاءت غير باخلة بأفضل الممارسات والطرق الابتكارية في تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل تعزيز التعلم والتعليم ومجمل الأداء التعليمي في العالم أجمع خصوصا لتلك المحيطات التي يعيش ساكنها حالات من التحولات والهجرات والمشاكل الناجمة عن الحروب والتوترات السياسية جائزة الملك حمد في التعليم وفي إيصال التعليم بتكنولوجيا الحديثة وهي جائزة قيمة تقدمها اليونسكو والفائزين فيها كانوا من ألمانيا ومن بنغلاديش وهذا شرف عظيم ورأيت التقدير ورأيت المحبة ورأيت الإعجاب بمحققته مسيرة التعليم في مملكة البحرين نجاح النسخة الأولى للجائزة مهد الطريقة نحو انطلاقة نموذجية لقافلة نسخها التي توالت إذ وفي كل مرة يعاين المجلس التنفيذي لليونسكو ويستعرض حجم الأهداف التي تسعى جائزة الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم إلى إمضائها كنشر العلم في ظروف البيئات الصعبة وتطوير نظم التعليم لتعزيز فرص التعلم الجيد والشام لمدى الحياة وتمكين الدارسين من أن يكونوا مواطنين عالميين مبدعين ومسؤولين بالشكل الذي يسهم في بناء أمثل لمجتمعات المعرفة اليوم كانت هناك إشادة كبيرة جداً بسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على هذه الجائزة التي وضعت مملكة البحرين في مصاف الدول التي تقدم خدمات تعليمية عريقة ولينسكو سبق في أكثر من الموقع أن أشادت بهذه الجائزة وكاونها تنسجب انسجاماً كاملاً مع أهداف وبرامج اليونسكو وهذا ما جاء فيه وثيقة رسمية قدمتها المديرة العامة لليونسكو عندما تم التجديد للجائزة لسنوات قادمة مؤسستان تعليميتان نالتا نصيبهما من جوائز النسخة الثامنة هذه مؤسسة كايرون الألمانية حصدت الفوز للعمل المتميز الذي قامت به لتمكين اللاجئين من الدراسة الجامعية عن بعد والتخرج بشهادات جامعية معتمدة بفضل الدورات التعليمية المجانية التي نفذتها عبر شبكة الإنترنت وأما مؤسسة جاجو التعليمية والتي مقرها بنجلاديش قطفت الفوز لمشروعها التعليمي الإلكتروني الذي مكن الطلب في المناطق الريفية من الحصول على تعليم نوعي من خلال تقديم دورات تعليمية متنوعة لهم عبر نظام التخاطب المرئي عن بعد والفيديو التفاعلي تكريمنا اليوم جاء بناء على ما وفرناه من فرص عديدة للتعلم عن بعد لألاف الطلب المحرومين خاصة من اللاجئين الذين حيل بينهم وبين مواصلة دراساتهم الجامعية وهذا بالطبع ما دفع العديد منهم إلى الاتصال بيه وتهنيئته وهم من اللاجئين الذين استفادوا من البرامج وتمكنوا من الحصول على شهادات جامعية أشعر بسعارة غامرة بالحصول على جائزة لونسكو هذه الجائزة المرموقة التي تتنافس المؤسسات التعليمية لإضافة ربها وأقتنم هذه المناسبة للتوجه بالشكر لمنظمة لونسكو ولجلالة ملك البحرين على هذه المبادرة لجنة التحكيم التي قالت كلمة الفصل بحق المشاريع الفائزة بالجائزة جاء تكوينها من خمسة أعضاء مستقلين ممن يتمتعون بالخبرة والإلمام الجيد بالجوانب كافة لمجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم فهم من يمثلون عدة مناطق جغرافية حول العالم ما من شأن ذلك إحقاق مبادئ الشفافية والموضوعية في اختيار الفائزين هذه الجائزة بدأت عاما بعد عام تأخذ مدى عالمي كبير وتفاعل مع المنظمات الحكومية والجهات الحكومية وغير الحكومية نتمنى من خلال هذه الجائزة التي تدعمها البحرين إلى تقديم جميع الحلول للتحديات المرتبطة بتوفير التعليم للاجئين هذا العام يتميز بتقدم ما يزيل على 300 باحث للجائزة ما جعل مهمة لجنة التحكيم صعبة في اختيار المشروعين الفائزين بمجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم نحن نتكلم عن جائزة مرموقة تدعمها البحرين فهي تركز على الابتكار في مجال استخدام تكنولوجيا لأغراض التعليم والتعلم وهي بذلك استطاعة تجذب العديد من المتقدمين سنويا خصوصا تلك الفئات المحرومة التي لديها شغف للتعليم وتطوير ذاتها نحن نرحب بالمبادرة البحرينية من خلال هذه الجائزة التي تدعم الأقليات في العديد من مناطق العالم كما تسلط الضوء على قضايا الفئات المهمشة التي عادة ما تتلقى المعرفة من مصادر محدودة من الجميل جدا مساعدة الناس وبخاصة اللاجئين وذوي الاحتياجات الخاصة من الذين لم ينالوا حقهم من التعليم لذلك نتطلع من خلال هذه الجائزة دعم هذه الفئات بالتعلم عبر توظيف التكنولوجيا لمساعدتهم للوصول إلى مصادر المعرفة جائزة اليونسكو هذه تؤكد على دعم مملكة البحرين لضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال التعليم شعار الجائزة لهذا العام يتمحور حول أهمية توفير تكنولوجيا المعلومات في تعليم الفئات الشبابية المحرومة وهو أمر يساهم في معالجة العديد من القضايا العالمية منها سهولة نشر التعليم وتطوير خبرات من فقدوا فرصتهم فيه منذ التحاق بمؤسسة كايرون اكتسبت خبرة جيدة وسط بيئة تعليمية أخوية فكل أعضاء هذه المؤسسة ساعدوني كثيرا خاصة في تطوير لغتي أوصل لاجئين الراغبين في مواصلة تعليمهم على التحاق بهذه المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني إن أبرز ما يميز جائزة الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم أنها الجائزة الوحيدة في العالم التي تعنى بهذا المجال الحديث لهيك عن تفعيلها لفكرة الربط بين التربية والتكنولوجيا ربطا وظيفيا يرفع من مستوى جودة التعليم لتتلاءمه مع حاجات العصر لتلفزيون البحرين محمد رشيدات محمد رشيدات